بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بحضراتكم جميعا في قناة مروة ظهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو جديد للصف الرابع الاجتدائي الدرس الثاني في مادة اللغة العربية في عالم الحيوان قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل كتير أول حاجة أنا هشرح الدرس الطرق بسيطة جدا ومختصرة وهتناول معكم كل أسئلة الإختيارة اللي وردة في الامتحان بشكل بسيط زي ما أنا عملها معكم كده في الورق أول حاجة الدرس في عالم الحيوان الفقرة الأولى بتتكلم عن الضفادع بيقول إن الضفادع ديت بتستطيع الضفادع أن تمتص الماء بجلدها ولكنها أيضا تمتص الماء من ورقة مبللة بالماء ولهذا يمكنها الحصول على الأكسوجين الزائف في الماء وهي تحت سطحه ولكنها لا تقوى على التنفس وفماها مفتوح ولهذا فإنك إذا فتحت فمها بالقوة ماتت مختنقة أول حاجة يا أصدقائي عايزين نتعرف مع بعض إن الضفادع ديت بتقدر إن هي تمتص الماء من خلال جلدها بتقدر تمتص الماء من خلال جلدها أو عن طريق ورقة مبللة بالماء وكمان يمكن إن هي تحصل على الأكسوجين الزائف في الماء وهي تحت سطحه وما تقدرش إن هي تتنفسي أصدقائي وفماها مفتوح لإن لو فتحنا فماها بالقوة بتموت مختنقة هناخد هنا أهم الأسئلة الموجودة في الجزء ده أول حاجة أنا عم لا تنخيص تاني معكم وهو بقول دفاضع تمتص الماء بجلدها أو من خلال ورقة مبللة بالماء الحاجة التانية لا تقوى على التنفس وفماها مفتوح وإذا فتحت فماها بالقوة ماتت مختنقة السؤال الي عمدي هنا تمتص الضفاضع الماء بجلدها الضفاضع بتمتص الماء بإيه؟ بجلدها السؤال التاني إذا فتحت فم الضفضاعة فلا تقوى على إيه؟ فلا تقوى على التنفس إذا فتحت فم الضفضعة بقوة لا تقوى على التنفس وتموت مختنقة بعد كده الفقرة الثانية أصدقائي عمدي اتنين حيوانات مع بعض كده حيوان وطائر التعاون الغرير والصداح هنشوف حكاية الغرير وحكاية الصداح الغرير والصداح هل سمعت عن حيوان الغرير من قبل أنه حيوان بيشبه الدب زوفي راء كسيف يعيش في الغابات له قدرة محدودة على الإبصار غذائه المفضل هو عسل النحل غذائه المفضل هو عسل النحل أنا بتكلم دلوقتي على مين؟ بتكلم على حيوان الغرير ده حيوان بيشبه الدب رقم اثنين زوفي راء كسيف بيعيش في الغابات له قدرة محدودة على الإبصار غذائه المفضل هو عسل النحل له قدرة سمعية فائقة يعني أول حاجة هو شبه الدب كمان عنده فراء كثيف وبيعيش في الغابات وعنده قدرة محدودة على الإبصار يعني ما بيشوفش ما بيشوفش كويس الغذاء المفضل بتاعه عسل النحل عنده قدرة بقى سمعية فائقة الحاجة التانية الطائر التاني اسمه طائر الصدّاح هنعرف الطائر الصدّاح ده من لقد سكر الله له طائرا يسمى الصدّاح طائر باسم الصدّاح بيقوم بإصدار شقشقة معينة له بيسير على هديها مستعينا بقدراته السمعية الفائقة حتى يصل إلى خلايا النحل فيلتهم من العسل اللذيذ وما يشاء وفي أثناء العودة بيتساقط منه الشمع الملتصك بالعسل ولو سأل أحدكم ما الذي يجنيه طائر الصدّاح من هذا العمل لأخبرتكم بأنه لا يحب شيئا في حياتي قدر ما يحب شمع العسل هنشوف مع بعض شرح الجزء ده بشكل بسيط جدا ربنا سبحانه وتعالى متهيأ لطائر لحيوان الغرير ده طائر اسمه الصدّاح الطائر ده بيعمل ايه أصدقائي؟ بيقوم بإصدار شقشقة معينة يعني صوت معين كده بيبعث الصوت ده أول ما بيسمعه حيوان الغرير بيعمل ايه؟ بيصير وراه بيمشي وراه مستعينا بقدراته السمعية الفائقة يعني بيسمع كويس بيمشي وراه الشقشقة اللي طائر الصدّاح ده بيصدرها لحد ما يوصل لخلايا النحل بيدخل مين بقى؟ بيدخل الغرير اللي هو شبه الدب ده بيأكل العسل اللذيذ اللي هو بيحبه وهو خارج طبعا الجسم بتاعه برعا فيه فرو كسيف بيتساقط منه الشمع الملتصق فين؟ الشمع الملتصق بالعسل بيتساقط منه الشمع العسل اللي بيكون موجود على الجسم بتاعه وهو خارج من خلية النحل تاني هقول تاني طائر الصدّاح ده بيكون بإصدار شقشقة معينة لحيوان الغرير بيصير على هديها مستعينا بقدراته السمعية الفائقة حتى يصل إلى خلايا النحل بيلتهم من العسل اللذيذ ما يشاء وفي أثناء العودة بيتساقط منه الشمع الملتصق بالعسل وبيحب شمع العسل جدا بعد كده عايزين نعرف فيها الأس إذا المهمة اللي موجودة في الجزء ده الغرير بيشبه ميم يشبه الدب يعيش الغرير في الغابات بيعيش الغرير في الغابات الغرير له قدرة محدودة على الرؤية ما بيشوفش الغرير له قدرة فائقة فائقة دي يعني كبيرة على السمع سخر الله للغرير طائر يسمى الصدّاح ربنا سبحانه وتعالى سخر له طائر بيسمى الصدّاح بيستفيد طائر الصدّاح من معاونة الغرير بإيه؟ بشمع العسل طائر الصدّاح بياخد شمع العسل والغرير بياخد العسل بعد كده الغرير له فراء غزير ولا كسيف كلاهما ما هو معنى كلمة كسيف معناها غزير الغرير له فراء كسيف او غزير يبقى اختار كلاهما اقصر ما يحبه الغرير هو ايه هو العسل الغرير بيحب مين بيحب العسل والصدح بيحب شمع العسل بعد كده معنى كلمة كسيف معناها غزير مضاد كسيف خفيف معنى كلمة كسيف خفيف معنى قدرة معنىها طاقة ولا قوة كلاهما معنى كلمة قدرة معنىها طاقة وقوة هختار كلاهما معنى المفضل معنىها المحبوب أو المرغوب لو جالي في الاختيار كلمة المحبوب أو المرغوب بختار كلاهما أو جالي كلمة المحبوب والمرغوب وكلاهما طبعا بختار كلاهما بس هنا جايب المعروف ولا المشهور ولا المحبوب معنى كلمة المفضل المحبوب هختار هنا كلمة المحبوب وأنا زولت لكم كلمة المرغوب عشان تبقوا أخذين بالكم منها وارد تيجي في الامتحان عشان دي الكلمات اللي موجودة في الكتاب المدرسي بعد كده هنروح على الفقرة رقم 3 يا أصدقائي اللي بتتكلم عن التماسيح والجمال أول حاجة التماسيح التماسيح هل تأكل التماسيح أولادها؟ هذا ما يعتقده بعض الناس دي بعض الناس اللي بتعتقد أن التماسيح بتأكل ولادها حين ترى الأم تأخذ ثقارها بين أسنانها والحقيقة أنه عندما تخرج التماسيح الصغيرة من البيض بترفع الأم التراب عن الحفرة التي وضعت بها البيض قبل 3 أشهر مضات وتأخذ صغارها بين كفيها وبعد أن تضع الأم كل صغارها بين كفيها تزحف حيث بين فكيها تزحف حيث الأمان في المياه وتفتح فمها قي تطلق أولادها عايزة نعرف الحكاية بتاعت التماسيح دي يا أصدقائي بعض الناس بيعتقد أن التماسيح بتأكل ولادها ولكن هي في الحقيقة مش بتأكل ولادها ولا حاجة هي بتحطهم بين أسنانها وبتطلقهم في المياه علشان عندها اللي عارفة أن البحر لهم هو الأمان أن هم يكونوا موجودين في المياه دي الأمان لهم بعد كده عمد هنا أهم الأسئلة الموجودة عندنا في الفقرة دي أول حاجة أنا أقول تاني التماسيح اللي أنا بلقصها عندما تخرج التماسيح الصغيرة من البيض بترفع الأم التراب عن الحفرة التي وضع بها البيض قبل سلاسة أشهر بتأخذ صغارها بين فكيها وتزحف حيث الأمان في المياه وتفتح فمها قي تطلق أولادها وبتضع الأم السؤال بقى هنا عندي تضع الأم البيض في الحفرة لمدة سلاسة أشهر تضع الأم الصغار بين فكيها لتحميهم عشان تحميهم بعد كده دي السؤالين المهمين اللي وردين في الامتحان عن الجزء بتاع التماسيح هروح بآخر جزء عامتي في الدرس اللي هو سفينة الصحراء الجمل هل تعرف لماذا يتحمل الجمل الجوع في أثناء سيرية في الصحراء ومعنى كلمة سيرية دي أثناء ماشي الجمل بيتحمل الجوع ليه وهو ماشي في الصحراء لأن الجمل سينام بيتكون من مواد دهنية وهي الجمل زي خزان كده بيختزم فيه طعام ليتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء وبيستطيع الجمل أنه يعيش على سينامه ده وقت طويل جدا زمنا بغير حاجة إلى أي غذاء آخر ولذلك فهو يتحمل الجوع والعطش بيتحمل الجوع والعطش وكمان الجمل ده بيمتاز بالصبر والزكاء ويثمى بسفينة الصحراء والدرس مهم جدا لازم تذكروا واللي خلنا نشرح لكم لأنه أكيد هيجي في امتحان شهر إبريل طاله هو ما جاش في شهر مارس وكم أجله شهر إبريل فلازم تتأكدوا على مذاكرة الدرس جدا وتشوفوا أهم الأسئلة فيه وتذكروا كويس بعد كده عندي الأهم الأسئلة بقى الموجودة هنا على الثقر دية الجمل أو الحاجة سبب تحمل الجمل الجوع والعطش هو إيه؟ هو السينام الجمل بيعرف بسفينة الصحراء بيتحمل الجمل الجوع والعطش أثناء سيريه في الصحراء وللجمل سينام بيتكون من المواد الدهنية وهي للجمل مثل خزان بيختزم فيه طعامه ليتغذى منه إذا أحتاج إلى غزان ويمتاز الجمل بالصبر والزكاء ويسمى بسفينة الصحراء هناخد أهم الأسئلة بيتحمل الجمل إيه؟ الجوع والعطش يسمى الجمل بسفينة الصحراء بيمتاز الجمل بالصبر والزكاء هختار كلاهما لتقوى الدفاضة على التنفس وفمها مفتوح نحن خلي بالنا من السؤال ده كويس جدا بعد كده معنى كلمة صخرة معنى هيأة وزللة هختار كلاهما معنى صخرة هيأة وزللة معنى يلتهم يبتلع معنى كلمة يلتهم معنى هيبتلع معنى اللذيذ الشهي معنى كلمة اللذيذ الشهي كل المعنى اللي أنا جايبها لك دي اللي موجودة في الكتاب المدرسي معنى يشاء معنى كلمة يشاء معنى يريد معنى يشاء يريد معنى العودة معنى كلمة العودة الرجوع معنى العودة الرجوع معنى كلمة يجنيه معنى هيستفيده أو يكتسبه أو يكسبه أو يحصل عليه معنى كلمة يجنيه معنى هيستفيد منه أو يحصل عليه أو يكسبه معنى الصبر معناها التحمل معنى كلمة الصبر التحمل مضاد تستطيع مضاد كلمة تستطيع هي معنى تستطيع تقدر ونخلي بالنا أنا عايزة هنا كلمة مضاد تستطيع تعجز مضاد تستطيع تعجز مضاد الصبر الجزع كلمة مهمة جدا مضاد كلمة الصبر مضادها الجزع نخلي بالنا كويس جدا من مضاد الصبر معنى الصبر التحمل مضاد الصبر الجزع بقررها تاني معنى الصبر التحمل مضاد الصبر الجزع مفرد جمال جمال مفرد جمال جمال مضاد سطح قاع مضاد سطح قاع ده بشكل بسيط جدا عرضت معاكم درس في عالم الحيوان بشكل بسيط جدا يارب بقوم بقدم لكم معلومة مفيدة بتمنى كلكم تشرفوني بالاشتراك في القناة ودعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق وتحياتي لكم مروة ظهر